في تطوير ووضع مشروعات عملاقة ووضع مشروعات على مستوى كبير جدا بنتكلم على مصر 2030 بنتكلم على مصر دلوقتي 2050 من خلال النادي الاهلي النادي الاهلي زي قلنا بنتكلم دايما مع ديوفنا اللي بنيجي بنحاورهم معنا إن من عيوب القرى المصرية عدم التخطيط للمستقبل وعدم التخطيط على مستوى النظر البعيد النادي الاهلي دايما سباء والنادي الاهلي دايما بياخد الخطوة الأولى النهاردة كان فيه اجتماع مهم جدا جدا لمجلس إدارة النادي الاهلي شاهد حضور طبعا الأستاذ خالد مرتجي اللي بنقوله ألف حمد الله على سامة كبش مهندس تعافى تماما من فيروس كورونا ألف حمد الله على السلامة مهندس خالد مرتجي من العناصر الوعدة والنشيطة جدا في مجلس إدارة النادي الاهلي النهاردة المجلس ناقش في كماعة اليوم الرؤية المقدمة من سيد رئيس النادي نحو المستقبل للأهلي 20-50 طبعا لموجبت التغييرات السريعة في صناعة الرياضة على المستوين المحلي والدولي في كل المجالات على مستوى الإدارة الإنشائية والاستثمارية على مستوى التسويق والخدمات وطبعا كمان تحضير روافد جديدة وكوادر جديدة تضاعف أكيد من الموارد المالية للنادي الاهلي وتسهم في استمرار الحملة حملة التطوير والبناء اللي بيشهد النادي وفرق الرياضية وقطعاته المختلفة بما طبعا يحقق طموحات وأحلام الأعضاء الجامعية العمومية للنادي الاهلي وجاميري النادي الاهلي طلب رئيس النادي طبعا أعضاء مجلس الإدارة المزيد من الدراسة الرؤية اللي تقدم بيها الأخذ في الاعتبار مواجد التحديات الجديدة ووضع النادي في المكانة اللي بيستحقها في دوء تقرير مجلس الإدارة الرؤية بالكامل العمل طبعا على المشاريع بشكل جيد جدا العمل على تنفيذها على مرحلتين المرحلة الأولى بتتضمن يمكن حاجة مهمة جدا هي تأسيس شركة الأهلي لقرة القدم دي طبعا شركة مساهمة مصرية الشركة دي أهدفة إيه تستهدف طبعا إدارة وتنظيم رياضة قرة القدم الاحترافية والعمل بشكل احترافي كبير جدا كمان الأكاديميات المشاركة في الفعاليات والمنافسات الكبيرة جدا سواء المنافسات دي على المستوى المحلي أو على المستوى القري أو حتى على المستوى العالمي عملية التسويق واللي بيرتبط التسويق بيها من حقوق البس وحقوق الرعاية والمنتجات المرخصة وبرامج التسويق التعاوني والإعلانات والتصديق على المنتجات وكمان انتقالات اللعيبة وإعراض اللعيبة مبيعات الإعلام الجديد والبرامج الإعلامية المدفوعة كمان للعيبة والأجهزة الفنية والأكاديميات يعني حاجات كتيرة جدا جدا وكل دوة النادي الأهلي بيقوم بها زي ما بقول لكم مشاريع عملاقة النادي الأهلي دايما سبق النادي الأهلي دلوقتي بيقدم واحد أول حاجة طبعا شركة الأهلي لكرة القدم الاف سي زي ما بنتكلم إحدى الخطوات المهمة جدا جدا في طريق الاحترافية وطريق الاحتراف كرة القدم ده طبعا كل ده طبعا تبقى للقوانين والنظام الأساسي طبعا للدولة كمان النادي الأهلي بيتكلم على يعني شركة كمان مهمة جدا جدا والناس مستنية الكلام ده مستنية وخاصة جمهوري النادي الأهلي حابة تسمع استاد النادي الأهلي استاد النادي الأهلي كمان يسهم من دمن المشاريع والخطط المستقبلية اللي بيتكلم عليها مجلس الإدارة احنا بنتكلم دلوقتي على شركة افسي الاهلي شركة الاهلي لكرة القدم ده خطوة مهمة جدا والخطوة التانية والأهم ان احنا كنا وعدنا جماهيرنا ومجلس إدارة وعد الجماهير ان يمكن استاد السلام دي خطوة أولى لكن كنا بنتكلم على استاد النادي الأهلي شركة استاد النادي الأهلي شركة استاد النادي الأهلي يعني شركة كبيرة جدا هي مدينة رياضية بمعنى صح أنا أول ما قررت النهاردة المجموعة القرارات اللي اتخذها النهاردة مجلس إدارة النادي الأهلي وقفت عند الشركة دي شركة استاد الاهلي سمتها شركة الحلم الكبير ان انت يكون عندك مدينة رياضية باسمك واستاد الاهلي ده حلم يهمنا كلنا وحلم كلنا منتظرينه طبعا بخلاف الشركات الأخرى أنا بس عايزة أتكلم في تأسيس هي كمان عشان الناس ما تفتكرش استاد الاهلي هو استاد ملعب بس لا احنا بنتكلم على مدينة رياضية مدينة رياضية فيها مستشفى رياضي فيها عناصر الترفيه فيها ريسترانت فيها مطاعم فيها استورز للنادي الأهلي ومحلات للنادي الأهلي بتتكلمي على مدينة رياضية متكملة مش ملعب بس لا سيكون فيه أكتر من ملعب ممكن جدا يكون في ملاعب كبيرة ملاعب الناشئين والترينينج كومبلكس اللي بتعمل على مستوى العالم زي ريال مدريد والبايرن والفرق الكبيرة وده كمان يا سهام مش مكسب للنادي الأهلي لا ده كمان بنية أساسية لمصر بنية أساسية بتضاف إن شاء الله للنشاط أو الرياضة المصرية بشكل عام اللي أنا بس عايز أقول لحضراتكم كمان يعني فيما يخص الشركات أو ده كان من ضمن القرارات اللي تم اتخاذها نهاردة في اجتماع مجلس الإدارة احنا النهاردة عندنا شركة مساهمة مصرية لإنشاء إدارة المدينة الرياضية واستاد الأهلي كل اللي بيلحق به بقى زي ما كابتن هاني قال خدمات الطب الرياضي استثمار تطوير عقاري مراكز تجارية خدمات تخص التعليم وأيضا طبعا الأراضي المملوكة للنادي الأهلي كل ده وفقا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017 وأيضا قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والنظام الأساسي للنادي كمان مجلس الإدارة النهاردة قرر أن يؤسس شركة الأهلي للسياحة شركة الأهلي للسياحة والخدمات دي برضو شركة مساهمة مصرية خالصة دي معانية بايه؟ دي هتتولى خدمات السياحة والرحلات والسفر لكل الفرق الرياضية وكل اللعيبة كل الأعضاء مش بس الأعضاء أعضاء جماعية العمومية كل جماهير النادي الأهلي خلاص إحنا بنتكلم في وقت أنه جه أن النادي الأهلي يستفيد من القاعدة الشعبية العريضة اللي بالملايين إحنا دائما لما بنتكلم عن جمهور النادي الأهلي بنا بنتكلمش في 40 و50 مليون إحنا بنتكلم في 80 و90 مليون وانت طالع ده إحنا كمان يعني بنجامل يعني كمان لأن انت لو عدتهم برا مصر هتلاقيهم أكتر من كده بكتير شركة سياحية تخص الخدمات السياحية بشكل كامل وما يرتبط بقى منها من خدمات إقامة ومعيشة حجز قتلات حجز تذاكر كل ده برضو وفقا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017 قولنا بنفكر حضراتكم تاني القانون رقم 72 النظام الأساسي للنادي قرر المجلس أيضا إنه يشكل لجنة اللجنة دي هكوم برقاة هما ثلاث لجنة الحقيقة لجنة برئاسة المهندس خالد مرتجي ألف سلامة عضوية طارق أنديل ومحمد الضماطي وعضوي المجلس دول هيضعوا التصور الشامل لتأسيس شركة الأهلي لكرة القدم ده واحد اللجنة رقم اثنين تشكيل لجنة برئاسة خالد الدرندالي أمين الصندوق وعضوية محمد الجرحي ومحمد سراج الدين وعضوي المجلس اللجنة دي معنية بوضع التصور الخاص بتأسيس شركة استاد النادي الأهلي تلاتة تشكيل لجنة برئاسة إبراهيم الكفراوي وعضوية رانيا علواني ومهند مجدي وجهر نبيل أعضاء المجلس هيضعوا تصور شامل لتأسيس شركة الأهلي للسياحة اللجان التلاتة دي هتقدم التصور الخاص بيها الخاص بكل لجنة دراسة شاملة هتقدم لمجلس الإدارة في أول اجتماع له في شهر ديسمبر اللي جاي في شهر 12 تمهيدا للإعلان عن بدء هذه الشركات إن هي خلاص تبتدي بقى إيه تشتغل على أرض الواقع وتقوم بتنفيذ مهام عملها علشان تحقق طموحات النادي وتحقق طموحات الأعضاء وطموحات الجماهير في كل مكان على كافة المستويات ده طبعا مهم جدا جدا وزي ما بقول دايما يعني الخبر أسعدنا لجزء كبير جدا النادي الأهلي زي ما بقول هو دايما سبا والنادي الأهلي بيأخذ خطوات إيجابية على مستوى المستقبل ما تتكلمش على عشر سنين ما تتكلم على عشرين خمسين يعني تتكلم في تلاتين سنة جاية فكل التحية لمجلس إدارة النادي الأهلي اللي جان التلاتة إن شاء الله ربنا وفقه وتحط التصور ونبدأ في ديسمبر اللي جاي يبقى فيه كمان خطوات إيجابية لتحقيق هذا المشاريع بقى العملاقة على مستوى زي ما بقول ده مش مكسب بس للنادي الأهلي لا هو ده هو ده النادي الأهلي هو ده التخطيط اللي جماهير النادي الأهلي مستنياه وكمان على مستوى البنية الأساسية المصر كلها بنقول إن شاء الله بالتوفيق والعائد الاستثمار كمان لو دخلت في موضوع العائد والاستثمار والفلوس كتير جدا هو أكيد المشاريع هتتكلم فلوس لكن إحنا بنتكلم على عائدها أكبر منظومة احترافية بشكل كبير جدا أنا كمان اللي أسعدني عملية التخطيط وعملية إن فعلا الناس بدأت تبصوا لقدام ما بنبصش تحت رجلنا إحنا هنعمل إيه بكرة ده بيدول على إن أنت سابق أنت دايما بنحط دايما خطط وخلي بالك النادي الأهلي مجلس الإدارة لفترة معينة ممكن يجدد لكن الناس اللي جاية بيبقى عندها كمان وهي دخل عندها مشاريع تقدر تكمل عملية البناء تكمل عملية البناء ده اللي إحنا دايما نقوله طيب لسه مع أخبارنا طبعا مع